مرحبا شباب شلونكم ومثل ما طلبتم من عندنا راح نسوي لكم مراجعة حول كيفية تغيير عنوان الاي بي الخاص بالراوتر. شين اللي نسوي اول اولا نروح على الواي فاي. نروح على الشبكة اللي ممكن كنا عليها. عنوان الاي بي. عنوان الاي بي الموجود اللي هو 192.168.0.107. اخر رقمين ما راح ندخل هنا. نروح الى المتصفح الخاص بالجهاز. ندخل عنوان الاي بي الخاص بينا اللي هو 19.168.0.1 نقل لذهاب. راح يطلع عنا الباسورد وكلمة سر ندخل كلمة ادمن. كلمة السر ايضا ادمن. نبطي تسجيل الدخول. راح يدخل لنا على اعدادات الراوتر. معلومات الراوتر يطينيها الاي بي الخاص مينا. ويطيني الاسم. اسم الراوتر. معلومات عن الجهاز. نجي الى كلمة نتورك. الاعداد الاخير اللي هو لين. العين. اه عدنا اي بي ادريسينج. منا نغير انوان الاي بي. نغير نحط الرقم اللي ريده. مثلا بمكان الصفر. هنا. راح نحط. خمسة وعشرين. عشرين. خمسة وعشرين. ونقل له سيف. نقل له موافق. وننتظر الى ان يكمل هذا للاخير. وبعد ما يكمل هو تلقائيا راح يطلب كلمة ادمن من جديد ويدخلك على الرمز الجديد. الاي بي الجديد. يقول له ذهب. يطلب كلمة ايضا كلمة ادمن. اسفلهم ادمن. تقول له تسجيل الدخول. ساتغير الاي بي الخاص بينا. تجي على كلمة نتورك. تختار لين. راح ينطيك الاي بي الجديد. وفيش نكون حققنا. ما تنمونا اليه بخدمتكم. ونتمنى منكم تشتركون بالقناة وتعملون لايك للفيديو. وشكرا.